السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الأول Circuit Variable ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء الثالث Polarity of Voltage Power and Energy Polarity of Voltage تبين لهذه الصورة مكون كهربائي له قطبين للجهد قطب موجب وهو النقطة A وقطب سالب للجهد وهو النقطة B فنرمز إذن إلى الجهد VAB على أنه الجهد بين النقطتين A و B وبالتالي يكون البوتونشيال A أكبر من البوتونشيال B ومن المعقول أنه VAB الجهد بين القطب الموجب والقطب السالب يساوي سالب الجهد بين VBA نواصل مع البولاريتي نواصل مع البولاريتي نواصل مع البولاريتي نواصل مع البوتونشيال A هنا أكبر من البوتونشيال B فVAB 9V وهي أكبر من 0 أما في الصورة الثانية فعندنا في هذه الصورة الثانية VBA هي سالب 9V وبدأت ب قلنا VBA بدأت بالB لأنها هي القطب الموجب وهي تساوي هنا VBA تساوي سالب 9V يعني نفس الكتابة أنه VAB إذا أدخلنا السالب هنا فتكون VAB تساوي 9V وهي مماثلة للحالة الأولى Power and Energy نبدأ بالPower وهي تغير الانيرجي مع التايم ووحدتها الوات وقانونها هو اشتقاق الانيرجي على التايم فإذا وضعنا بين اشتقاق الانيرجي واشتقاق التايم اشتقاق تشارج بينهما لأن إذا حذفت DQ والDQ فسوف أعود إلى القانون الأول وهنا يتبين لي أنه العنصر الأول وهو اشتقاق الانيرجي على تشارج ليس إلا الجهد أما اشتقاق تشارج على التايم فهو ليس إلا الطيار الكهربائي ونصل هنا إلى القانون العام للPower وهو قيمة الجهد ضارب قيمة الطيار الكهربائي مع العلم أن الجهد يقاس بالفولت التيار الكهربائي يقاس بالإمبير والانيرجي تقاس بالجول وإذا أخذنا سوركت دارة كهربائية يجب في هذه السوركت يجب أن أطبق Law of Conservation of Energy وهي تتمثل في أن مجموع الباور يساوي صفر يعني عندي في السوركت هذا Power Input أو Power Supply وعندي Power في وسط السوركت Power Absorbed وبالتالي يجب حتى أطبق هذا القانون Law of Conservation of Energy يجب أن تكون مجموعة الباور Supply تساوي مجموعة الباور Absorbed أو Consumed وبالتالي يكون عندي مجموعة الباور في نفس السوركت يساوي صفر أما بالنسبة للإنرجي فهي The Capacity to do Work عمل وهي تقاص الإنرجي بالجول وكمعادلة الإنرجي هي تكامل بين وقتين مثلا بين T0 و T لقيمة الباور في السوركت يعني الباور هي كما رأينا هي الجهد ضرب التيار وبالتالي الإنرجي تكون تكامل للجهد في التيار بين زمنين ولنأخذ مثلا على ذلك عندي سوركت قيمة الجهد بين قطبي القطب الموجب الأي والقطب السالب البي عندنا إذن الجهد هنا 24 فولت التيار الكهربائي والذي سببه هو تشارج قيمة تشارج هنا الكيو هي 4 كولوب مطلوب مني استخراج قيمة الإنرجي نطبق مباشرة هذا القانون الإنرجي هي تكامل ل V ضرب I الجهد هنا هو ثابت قيمة 24 فولت فنخرجه من التكامل فيصبح الإنرجي هي V تكامل التيار الكهربائي ونعلم أنه تكامل التيار الكهربائي ليس إلا قيمة التشارج وبالتالي تكون قيمة الإنرجي هي الجهد ضرب قيمة التشارج قيمة الجهد 24 فولت قيمة التشارج 4 كولومب فتصبح قيمة الإنرجي في هذا السيركت 96 جول تكامل